الجيش اليمني يقترب من تطويق ميليشيا الحوثي في مدينة الحديدة ستة شهداء فلسطينيين في توغل وقصف إسرائيلي على قطاع غزة ومفوضية الأوروبية تؤكد وجود تقدم بطيء حول اتفاق النهائي مع بريطانيا بشأن بريكسوت السادسة صباحنا الرابعة بتوقيت جرينت شمو جزون أخباري أتيكم من القاهرة أهلا بكم اقتربت ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني اليمني من شرع التسعين بمدينة الحديدة خلال تقدمها الذي يتزمن مع انهارات كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي وقالت مصادر عسكرية يمنية أن السيطرة على شرع التسعين ومن بعده نقطة الشام الاستراتيجية سيعني حصار الميليشيات داخل مدينة الحديدة من جميع الجهات ولفتت المصادر إلى أن قوات الجيش نجحت في مداهمة عدد من البنايات السكنية بقرب من حي سبع يوليو حيث كانت تتمركز فيها قناصات ميليشيا الحوثي وتمكنت من استيطرت عليها هكذا الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي وعملية تواغل برية داخل قطاع غزة فيما أعلنت سائل إعلام إسرائيلية مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في اشتباكات جلت داخل القطاع وقال شاهد عيان أن سلاح الجو الإسرائيلي أطلق أكثر من 35 صاروخا على مناطق متفرقة في محافظة خانيونس أكدت قيادة التحالف الدولية أن الغارات التي نفذتها في شرق مدينة دير الزور السورية وما الجمعة الماضي أسفرت عن تدمير نقطة مراقبة تابعة لداعش الإرهابي وموقع تجمع لعناصر التنظيم وأنفت القيادة المركزية الأمريكية استهداف أي مدنيين في الغارات الأخيرة في وقت تقول تقاريره أن غارة للتحالف على مدينة هجين السورية قتلت 26 مدنيا ووجهت وزارة الخارجيات السورية لسالتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن تلتد فيهما بغارات للتحالف الدولي بقيادة واشنطن وقالت أنها قتلت مدنيين بينهم أطفال ونساء قال رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود ينكر أن هناك تقدما بطيئا يتم إحرازه حول التفاق النهائي بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبية وأبدأ ينكر في تصرحات الأوسائل الإعلام الأوروبية ثقة في أن تتحول هذه الإجراءات إلى خطوات نهائية نحو إنتاج اتفاق للبريكسيت خلال الأسابيع القليلة المقبلة يشار إلى أن بريطانيا صوتت في استفتاء أجريا في عام 2016 لإصالح الخروج من الاتحاد الأوروبية لأن هناك أصوات تطالب باستفتاء جديد على بنود الخروج ومستقبل العلاقات مع الاتحاد الأوروبية قد رئيس بولندا ورئيس وزرائه وغيرهما من كبار الشخصيات السياسية مسيرة يوم الاستقلال كجزء من الاحتفالات المئوية للاعتراف ببولندا دولة مستقلة بعد الحرب العالمية الأولى وبحسب تقديرات الشرطة فقد شارك نحو 200 ألف شخص في المسيرة التي صنفت بالأكبر في تاريخ بولندا وتحدث الرئيس أندري دودا خلال المسيرة مؤكدا ضرورة إنهاء الخلافات والعمل على تحقيق تقدم اقتصادي وصناعي لبلاده ضمن الاتحاد الأوروبي ارتفع عدد ضحايا حرائق الغابات الهائلة في كاليفورريا إلى 29 شخصا بينما أكد مسؤولون محليون أن 228 شخصا لا يزالون في عدد المفقودين وأضاف المسؤولون أن الحريقة أتى على أكثر من 7000 منزل و6700 ممنى حكومي وتجارية مشيرين إلى صدور أوامر بإخلاء المناطق المهددة لأكثر من 52 ألف شخص في وقت تمت السيطرة على 20% من هذه الحرائق انتهى المجاز الإخباري لمزيد من الأخبار تعبعوا موقعنا الإخباري شكرا لكم على طيب المتابعة ودومتم في أماني ترجمة نانسي قنقر